بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الزمر من الآية الثالثة والخمسين وما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وهذه الآية العظيمة فيها رجاء عظيم للعبد المؤمن الذي يعلق رجاءه بالله سبحانه وتعالى ولا يصيبه القنوط من رحمة الله عز وجل والله عز وجل تفضل على عباده بغفران الذنوب إذا حصلت منهم التوبة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولهذا يعلق العبد أمله ورجاءه بالله عز وجل أن يقبل الله منه وأن يتجاوز عنه لأن الله من صفاته أنه غفور الرحيم يرحم عباده ولهذا يفرح الله عز وجل بتوبة العبد كما جاء في الحديث الذي ضرب الله فيه مثلاً لتوبة عبده وفرح الله عز وجل بهذه التوبة لله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل كان في صحراء ومعه راحل عليها طعامه وشرابه فضاعت هذه الراحلة فلم يجدها وعليها الطعام والشراب وهو في أرض صحراء خالية لا أنيس فيها ولا ماء ولا طعام فأيقن بالهلاك ثم رجع إلى مكانه تحت ظل الشجرة وقال أنام هنا حتى أموت لأنه قد انقطعت عنه الحيل والأسباب ووكل أمره إلى الله عز وجل ثم بينما هو كذلك انتبه من نومه فإذا الراحل واقب عند راسه وعليها الطعام والشراب ففرحاً عظيماً كأنه ولد من جديد وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطى من شدة الفرح يعني أن فرحه قد بلغ غاية عظيمة حتى ذهل عن العبارات أصابه الذهول من وزن عباراته وإلا لكان يقول أنت ربي وأنا عبدك لكنه أخطأ من شدة الفرح فالله فرحه بتوبة عبده أشد من هذا الفرح وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالفرح وأنه يفرح فرحاً يليق به سبحانه وتعالى لا يشبه فرح المخلوقين وفيه بيان عظيم فرح الله عز وجل برجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى لأنه بهذا يكون قد أنقذ نفسه من النار ولهذا فتح باب التوبة من جميع الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعاً فمن تاب من ذنوبه قبل أن تطلع الشمس من مغربها والشمس تطلع من مغربها عند بداية القيامة فإنها علامة كبرى من علامات يوم القيامة عندما تذهب الشمس وتستأذن ربها في الطلوع لأن الشمس تسجد تحت العرش في كل ليلة وتستأذن ربها في أن تطلع فلا يأذن لها الله عز وجل إذا جاءت القيامة ويقال لها ارجعي من حيث أتيتي فتطلع من مغربها فعند ذلك تنقطع التوبة وتنقطع التوبة عندما تغرغر الروح في الصدر إذا غرغرت الروح وكان الإنسان في النجع الأخير فعند ذلك تنقطع التوبة فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة وهو في حال صحته وقبل أن يغرغر عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكون عظيم الأمل في أن يقبل الله عز وجل توبثه وهذه التوبة من جميع الذنوب حتى المشرك إذا تاب تاب الله عليه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله الإسلام توبة يجب المعاصي التي قبل ذلك وإن كانت كثيرة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حال الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أراد أن يتوب فجاء إلى رجل يظن أنه عالم فاستفتاه هل له من توبة وقد قتل تسعة وتسعين نفسا فاستعظم الأمر وقال لا ليس لك توبة فلما قال له ذلك زاده قنوطا ويأسى فقتله وكمل به المئة ثم ذهب إلى عالم آخر فقال من يحول بينك وبين الله تب إلى الله عز وجل ولكن هذا البلد الذي أنت فيه بلد سوء حيث أنه استسهل الدماء وعاش على قتل الأنفس قال فهجرها وتركها وذكر له بلدا طيبا فتوجه إليه وفي الطريق جاءته منيته وتخاصمت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا منيبا إلى ربه وملائكة العذاب يقولون قتل من الأنفس مئة نفس فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا يحتكمون إليه فقالوا يقاس بين بلد الشر وبلد الخير فأي بلد هو أقرب إليه يكون تبعا له ثم إن الله أوحى وكان قريبا من بلد الشر فأوحى الله إلى بلد الشر أن تتباعد وإلى بلد الخير أن تقترب فصار من نصيب ملائكة الرحمة فعلينا أن نحرص على التوبة في كل وقت فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لأنه مهما بلغ العبد في العبودية فإنه لن يستطيع أن يقوم بكامل حق الله ولهذا من الدعاء المأثور سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وإنما العبيد يسددون ويقاربون أما حق العبادة فهذا شيء عظيم ولهذا نجد الأنبياء جميعا يستغفرون ويتوبون إلى الله عز وجل كلهم يستغفر ويتوب لعظيم حق الله سبحانه وتعالى ولهذا أنزل الله عز وجل على رسوله بآخر حياته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وهذه التوبة لها شروط فإنها ليست بالأمر الهيي كما يظن بعض الناس أنها تجري على لسانه وهو غير معتمد لها أو غير مخلص فيها أو غير مستحضر لمعناها أو غير مريد لحقيقتها فإن حقيقة التوبة أن تندم على ما صدر منك أما لو كنت تتوب وأنت ناوي أن تعود إلى هذا العمل فهذه ليست بتوبة أو تتوب وأنت تمارس العمل فهذه ليست بتوبة لا بد من الندم أن تندم على ما صدر منك وتتمنى أن لو لم يكن صدر منك هذا الذنب وأن تعزم في قلبك على أن لا تعود لهذا العمل أما لما تقول أتوب الليلة لكن بكرة أفعلها وأتوب وأتوب فهذا ليس هو التوبة الصحيحة وإنما أن تعزم يقينا على أن لا تعود لهذا الفعل وإن كان الذنب الذي ارتكبته متعلق بحقوق الخلق فلا بد أن تقضي هذه الحقوق تعيد الحقوق إلى أصحابها تتحلل منهم تجتهد قدر الطاقة فإن لم تستطع ذلك أو حيل بينك وبين ذلك فلم تستطع أن ترد المظالم إلى أهلها ولا أن تطلب منهم العفو ونحو ذلك فعليك أن تستغفر لهم وأن تدعو لهم وأن تطلب من الله عز وجل أن يتحمل عنك هذه الحقوق اللهم ما كان لخلقك علي من حقوق فتحملها عني لكن بشرط أنك استفرقت الوسعة في قضاء في قضاءة لأن موضوع الحقوق والقصاص هذا أمره عظيم ولهذا يختص حتى للحيوانات يوم القيامة يختص للشاة الجمّاء من الشاة القرناء يعني الشاة التي لها قرون تعتدي بها على من لا قرون لها فإنه يختص لأن هذا عدوان اعتدت بقرونها على من لا قرون لها كما تعتدي البهايم البشرية الآن الذي يفخر بقوته ونحو ذلك يعتدي على الضعفاء ويفعل بهم الأفاعيل وينكل بهم فهذا مغتر بقوته فيعتدي على الضعفاء بهذه القوة فليعلم أن الله سبحانه وتعالى يقتص للشاة الجمّاء من الشاة القرناء فموضوع حقوق العباد يحتاج من العبد عناية خاصة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في حال المفلس أنه يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيوخذ من حسناتهم يوخذ من حسناته لهم حتى تفنى الحسنات ثم يخفف عنه من السيئات وترمى عليه وقد جاء بأعمال كثيرة لكنه أفسدها باعتدائه على حقوق الخلق فعلينا أن نفرح بأن الله عز وجل يفرح بالتوبة وأنه يقبل التوبة وأن من أسمائه التواب غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى نفرح بهذا ولا نقنط من رحمة الله ولا يصيبنا اليأس إذا وقع أحدنا في معصية فإن الله عز وجل سوف يزيلها عنه لكن علينا أن نصدق في التوبة وأن نحرص عليها ويتاب من جميع الذنوب الكبائر والصغائر والشرك فهذه يتاب منها وأما قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا يوم القيامة من مات وهو مشرك فهذا هو الذي لا يغفر الله له أما في الدنيا فكيف والمسلمون يدعون الناس للدخول في الإسلام ويطلبون منهم أن يتوبوا من الشرك ففي الدنيا المغفرة تشمل الذنوب جميعا وأما في الآخرة فإن المشرك لا يغفر له البتة لأن المشركين من جثى جهنم لا يدخلون الجنة البتة ولا يغفر هذا الشرك يوم القيامة لا يغفر هذا الشرك بنص القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فدل على أن كل ذنب ممكن أن يغفره الله عز وجل كل ذنب ممكن أن يغفره الله عز وجل ولو كان شيئا عظيما وإنما الذي لا يغفر هو الشرك وأحاديث الشفاعة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مفقال درة من إيمان يدل على أن من لم يكن مشركا فإنه يخرج من النار ولا يبقى في النار إلا أهل الشرك على قدر ما يعذب على ذنوبه إلا أنه لا يبقى بصفة دائمة ويخلد خلودا أبديا إلا المشرك وهذه من الحجج القوية التي يحتج بها من لا يرى كفر تارك الصلاة من لا يرى كفر تارك الصلاة فيقول إن الآية بينت أن الشرك لا يغفر فدل على أن ترك الصلاة تحت المغفرة وتحت المشيئة والذين يقولون إن كافر إن تارك الصلاة كافر أيضا يحتجون بنص والنصوص لا يضربوا بعضها ببعض وإنما يسلم لها يحتجون بنص بين الرجل والكفر ترك الصلاة بين الرجل والكفر ترك الصلاة فمن رأى أن تارك الصلاة يكفر فيرى أنه دخل في الشرك وصار عابد للهوى استحوذ عليه الشيطان وعبده فدخل تحت مسمى الشرك فلا تعارض بين النصوص يعني لا تعارض بين النصوص فالذي يترك الصلاة بالكلية فمعنى ذلك أن هذا أشرك شيطانه وهواه وعبد الشيطان والهوى فصار في طائفة المشركين وأصحاب القول الثاني الذين اجتهدوا فيه قالوا هذا يدل على شناعة ترك الصلاة وأنها من جنس الكفر لكنها لا تصل إلى درجة الشرك ولكن ينبغي على الإنسان بل الواجب المتعين أن لا يفرط في ركن من أركان الإسلام بهذا الحجم أو بهذه المكانة عند الله عز وجل وهو ركن الصلاة وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ما زال في العمر بقية وخاصة أركان الإسلام الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج فهذه أركان عظيمة أركان والركن إذا جال البناء انهدم ركنه فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاه من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله يغفر الظنوب جميعا لمن تاب منهم ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر ولا يصح حمل هذه على غير على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه وذكر ابن كثير هنا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا أو كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة يعني هم قد أسرفوا على أنفسهم بالقتل والزنا ويخشونوا من عاقبة ذلك فيقولون هل لنا كفارة فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآيات التي فيها بيان التوبة ونزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وهكذا رواه مسلم وغيره فالآية الأولى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاستثنى من آمن وتاب وعمل عملا صالحا وروا الإمام أحمد بسنده عن عمر بن عمبسة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصى فقال يا رسول الله لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي فقال صلى الله عليه وسلم ألست تشهد أن لا إله إلا الله قال بلى وأشهد أنك رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر لك غدراتك وفجراتك وهذا حديث صححه محقق الكتاب بشواهده قال فسأله عن الشهادة يعني أنت الآن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذه الشهادة التي هي الدخول في الإسلام تغفر ما تقدم الإسلام يجب ما قبله هذه الشهادة وليس المراد أن كل من قال لا إله إلا الله لا يعذب البتة وإن ظن بعض ذلك من ظن لثبوت أن بعض المسلمين يعذبون في أكثر من حديث ثبت فيه أن بعض المسلمين يعذبون مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدل على أن الشهادة التي لا يعذب صاحبها هي الشهادة التي يدخل بها في الإسلام فإنها تجب ما قبلها ثم قال فهذه الأحاديث كلها تدل على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظم الذنوب وكثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع قال الله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تعالى في حق المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا قال الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجوت قتلوا أولياءه وهو يدعوه من التوبة والمغفرة والآيات بهذا كثيرة جدا وبالصحيحين عن نبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي قد قتل تسعة تسعا وتسعين نفسا وقد سمعتموه قبل قليل ولهذا قال ابن عباس من آيس عباد الله من التوبة أي تسبب في أن ييأسوا من رحمة الله بعد هذا فقد جحد كتاب الله ولكن لا يقدر العبد ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه يعني الله عز وجل هو الذي يسره للتوبة وروت براني من طريق الشعب عن شتير ابن شكل أنه قال سمعت ابن مسعود يقول إن أعظم آية في كتاب الله إن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني آية الكرسي وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإن أكثر آية في القرآن فرجا في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وإن أشد آية في كتاب الله تفويضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فقال له مسروق صدقت وهذا الأثر قال عنه محقق هذا الكتاب سنده صحيح وذكر أيضا أن عبد الله بن مسعود مر على قاص والقاص هو الذي يأتي بقصص ويذكر الناس وهو يذكر الناس فقال يا مذكر لم تقنط الناس من رحمة الله يعني كان هذا القاص ما يأتي إلا بما يتعلق بالعذاب فيقول له يا مذكر لم تقنط الناس من رحمة الله ثم قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولهذا ينبغي على الواعظ والداعي أن يجمع للناس بين الترغيب والترهيب يجمع للناس بين الترهيب والترغيب فيخوفهم بالنار وبالعقوبات ويرقبهم في الجنة والتوبة ونحو ذلك حتى تعتدل القلوب وتكون بين الخوف والرجا ولا يكون دائما إما في الترغيب أو دائما في الترهيب فلابد أن يجمع بين الأمرين فإن هذا هو الذي يصلح القلوب كوعظ القرآن وذكر ابن كثير مجموعة من الأحاديث فيها نفي القنوط منها ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو اخطأتم حتى تملى خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم والذي نفسه محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم وسنده صحيح ثم يستغفر وليس المراد من الحديث أنك تتعمد الوقوع في الخطأ لكن هذا دلال على الطبيعة البشرية التي خلقها الله فإن هذه الطبيعة التي خلقها الله عز وجل أنها يحصل منها الخطأ فهو ما خلقهم مثل الملائكة الذين لا يخطئون وإنما خلقهم لحكمته بهذه الصورة ولو لم يكونوا مثل هذه الصورة لجاء بآخرين لأن حكمته تقتضي ذلك وليس المراد أن العبد يتعمد الخطأ بناء على هذا الحديث لا ليس هذا دعوة لتعمد الخطأ وإنما هو بيان لطبيعة البشر وأنه كل البشر خطأون وخير الخطأين التوابون وذكر الإمام أحمد أيضا بسنده عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه قال حين حضرته الوفاة قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله قوما يذنبون فيغفر لهم وهكذا أخرجه مسلم أيضا في صحيحه وأيضا روى الإمام أحمد بسنده قال بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة الذنب الندامة كفارة الذنب أن تكون نادم على هذا الذي حصل منك أما الذي يستسهل الذنوب ولا يندم فهذا عليه وعيد شديد وهي من صفات أهل النفاق فإن المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه جبل يريد أن يقع عليه مهتم له شاء الهم لهذا الذي وقع به وأما المنافق فكأن الذنب ذباب جاءت عند أنفه فهو ينشى عن أنفه فكفارة الذنب الندامة ولهذا قال يذنبون فيغفر لهم يستغفرون فيغفر لهم فما استغفر إلا لشعوره بالندم على ما بدر منه وقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه في حديثه قال وكنا نقول ما الله بقابل من من أفتثنا صرفا ولا عدلا ولا توبة عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم وكانوا يقولون ذلك في أنفسهم وهو يشير بذلك إلى أن بعض الذين أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لما عذبوا وفتنوا رجعوا عن دينهم لتلاف العذاب وهذه الفتنة فكان الصحابة الذين هاجروا يقولون عن هؤلاء لن يتوب الله عليهم كيف عرفوا الحق ثم رجعوا عنه قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور رحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قال عمر رضي الله عنه فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه فقال هشام لما أتتني جعلت أقرأها بذيطوى أصعد بها أو أصعد بها وأصوت ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيها وهذا أيضا يدل على أنهم هؤلاء الذين أفتنوا كانوا يعني يعظمون الله ويدعونه فهذا يدعو الله يقول اللهم أفهمنيها فهمني هذه الآية قال فألقى الله في قلبي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم استحفت تبارك وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي ارجعوا إلى الله واستسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أي بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم والمراد أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن العظيم هو أحسن ما أنزل من الله من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أي من حيث لا تعلمون ولا تشعرون ثم قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله يعني يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله وقوله عز وجل وإن كنت لمن الساخرين أي إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزي غير موقن ولا مصدق أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أي تودوا لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل وعن ابن عباس أخبر الله تعالى ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه وقال تعالى ولا ينبئك مثل خبير أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فأخبر الله تعالى أن لو ردوا ما قدروا على الهدى فقال تعالى وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَانُهُوا عَنْهُوا سُبْحَانَ اللَّهِ يعني حتى بعد أن يشاهدون العذاب ويشاهدون النار يوم القيامة أخبر الله بأنه وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَانُهُوا عَنْهُوا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وهذا خبر الله الصالح وهذا يدل على أن الكافرين قد مسخت فطرهم يعني حتى بعد أن يروا يوم القيامة ويروا النار لو ردوا لعادوا لِمَانُهُوا عَنْهُوا وروا الإمام أحمد بسنده عن أبي هرير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة قال وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لو لا أن الله هداني قال فيكون له الشكر قال ولما تمنى أهل الجرائم هذا القائل هو ابن كثير ولما تمنى أهل الجرائم العود للدنيا وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله وقال الله تعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين أي قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان من آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها ثم قال سبحانه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وهذا يبين أنه يوم القيامة تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه ولهذا قال ابن كثير تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أي في دعواهم له شريكا وولدا ووجوه مسودة أي بكذبهم وافترائهم وقوله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أي أليست جهنم كافية لهم سجنا وموئلا لهم في الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق وهو يشير بهذا إلى أن الذين ورد النص بأن وجوه مسودة هم الكفار لأنه قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الذين كذبوا على الله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين فهذا الآية في الذين كذبوا على الله كالنصارى الذين قالوا إن عيسى ثالث ثلاثة أو إنه ابن الله فهل وأما قوله وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة فهذا قطعا لأن أهل السنة والجماعة هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل الفرق الأخرى تسود وجوهها أم أن الفرق الأخرى التي ما خرجت من الإسلام لا تسود وجوهها مثل وجوه الكافرين يحتاج إلى نص أما الكافرون فقط عن وجوههم مسودة وأما الفرق الأخرى الذين هم درجات منهم أخبثهم الروافض ثم الخوارج ثم القدرية إلى غير ذلك فهؤلاء هل تسود وجوههم أو لا تسود وجوههم كلام بعض العلماء أن أهل البدع تسود وجوههم يوم القيامة هل هو من هذه الآية أم فيه نص آخر الله أعلم لكن هذه الآية ظاهرها أنها في الكافرين وقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم أي بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله لا يمسهم السوء يوم القيامة ولا هم يحزنون أي ولا يحزنهم الفزع الأكبر بل هم آمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شر نائلون كل خير ثم قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين انظروا إلى هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وتهويل شان الشرك حتى يقال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقبل هذا قدم الله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء كل شيء غير الله فهو مخلوق لأن هذا الكون إما خالق أو مخلوق فالله سبحانه وتعالى وكل شيء غير الله فهو مخلوق وأما ما أثاره بعضهم من الشبى وقال القرآن شيء ولا ما هو شيء فإذا كان شيء فمعنى ذلك أنه مخلوق يقول هذا كلام الله كلام الله ليس من الله شيء مخلوق لأن الله بصفاته خالق بصفاته فلا يقال عن علمه بأنه مخلوق ولا يقال عن قدرته بأنه مخلوق ولا يقال عن كلامه بأنه مخلوق فإن هذه من صفاته وأما ما عدا ذلك من العرش والكرسي والملائكة والسماوات والأرض وما دون ذلك فكل شيء مخلوق وإذا كان الله هو الذي خلق الخلق جميعا فإنه لا ينبغي أن يعبد المخلوق من دون الخالق فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى ولهذا قدم بهذه الآية إن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل يعني هو الحافظ لخلقه وهو المتكفل بهم وهو المدبر والمصرف للسماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض وهي خزائنها خزائن السماوات والأرض وأزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولهذا يعني من أعظم الدعاء هذا الدعاء أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لما فيها من عظيم صفات الله سبحانه وتعالى وبيان ملكه وقدرته والذين كفروا بآيات الله أي بحججه وبراهينه فإن براهين إفراد الله بالعبادة من أعظم البراهين أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه يعني قالوا تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة والمراد أنهم يخلصون العبادة لأنهم كانوا يعبدون الله لكن عبادة باطلة لأنهم يشركون فعرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعبد آلهتهم سنة ثم بعد ذلك يعبدون بمعنى يخلصون العبادة لله سنة وهذا لا يمكن أن يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك ويترك التوحيد ولو طرفة عين فضلاً أن يكون سنة كاملة يترك لهم التوحيد ولهذا أي دعوة أي دعوة فيها طلب منك أن تقر بعبادة غير الله عز وجل فمهما تحقق من المصالح فلا تلتفت إليها لا تلتفت إليها البتة مدام يطلب منك أن تقر بالعبادة لغير الله فلا تلتفت إليها وهذا من أقوى الأدلة على بطلان ما يسمونه بالديمقراطية فإن الديمقراطية يقولون فيها أن الحكم للشعب وليس لله أن الحكم للشعب ولهذا يقولون هي حكم الشعب للشعب بواسطة الشعب فيلبسون على الناس ويقولوا ادخلوا معنا وأقروا بهذه فإذا أقررتم بهذه ممكن الناس يمكن الشعب يصير معكم فتدخلون بالتوحيد ممكن الشعب يصير معكم فيدخلكم في التوحيد لكنهم اشترطوا عليك أن تقر وأن تجعل الشعب مصدر السلطات وأن الحكم للصندوق وللشعب وليس لله عز وجل فأي دعوة فيها الإقرار بالشرك ولو طرفت عين فهي مردودة بنص القرآن فهي مردودة أي مصلحة تتوقعها أن تأتيك بإقرار الشرك فهذه مصلحة موهومة إطلاقا إلا في حال الإكراه الإكراه الملجي فإنها رخصة لك أما بغير الإكراه الملجي فلا تلتفت لهذه الدعوات ألبت ما دام أنهم لا يقرون أن الحكم لله وإنهم يردون حكما من دون الله عز وجل فهؤلاء لا تلتفت إليهم ولهذا قال له قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون كيف هذا مفصل الطريق أي إنسان يحول بينك وبين عبادة الله عز وجل ويغريك بمصالح نعطيك نفعل لك نقوي اقتصادك فلا تلتفت إليه البتة إطلاقا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك من يوم ما تشرك ما بيقي معك عمل صالح وأنت تزعو منك تدخل الناس دين الإسلام بطل عملك لإن أشركت ليحبطن عملك بعض الجاهل يقول أنا أشرك موقتا لأحصل التوحيد للناس نقول تطلب التوحيد بالشرك تطلب التوحيد بإقرار الشرك هذا ما صار ليس هذا منهج انبياء البتة لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وهذا كقوله تعالى ولو أشركوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون وقول بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أيخلص العباد لله وحده لا شريك له أنت ومن اتبعك وصدقت لعلنا نكتفي في هذه الليلة بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفروك وأعتوبوا لكنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة